لنفترض وجود المصفوفة A وهي مصفوفة M في N فهي تحتوي على العدد M من الصفوف والعدد N من الأعمدة إذن أستطيع كتابتها باستخدام قيم عامة بهذا الشكل القيمة الأولى في الصف الأول والعمود الأول هي A1-1 والقيمة الثانية في الصف الأول والعمود الثاني هي A1-2 وصولا إلى القيمة A1-N في الصف الأول من العمود N لأنه يوجد العدد N من الأعمدة أما الصف الثاني من المصفوفة فيبدو بهذا الشكل القيمة الأولى في الصف الثاني والعمود الأول هي A2-1 والقيمة الثانية في الصف الثاني والعمود الثاني هي A2-2 وصولا إلى القيمة في الصف الثاني والعمود N وهي A2-N نستمر في وضع القيم بهذا الشكل إلى الأسفل وصولا إلى الصف M الذي يبدو بهذا الشكل جميع هذه هي قيم في الأعمدة أو الصفوف ذلك يعتمد على طريقة نظرك إليها القيمة الأولى في الصف M والعمود الأول هي A-M-1 والقيمة الثانية في الصف M والعمود الثاني هي A-M-2 وصولا إلى القيمة A-M-N ها هي المصفوفة A سأقوم الآن بتعريف منقولة المصفوفة A بأنها المصفوفة A مصحوبة بهذا الحرف المكتوب بالأعلى بشكل صغير T تعريف منقولة المصفوفة A يساوي المصفوفة A بعد تبديل جميع صفوفها وأعمدتها وبالتالي منقولة المصفوفة A في مصفوفة N في M لاحظ أن المصفوفة A تحتوي على العدد M من الصفوف والعدد N من الأعمدة لكن منقولة المصفوفة A تحتوي العدد N من الصفوف والعدد M من الأعمدة إذن كيف تبدو منقولة المصفوفة A؟ حسناً، سأقوم بتبديل الصفوف والأعمدة ليصبح الصف الأول في المصفوفة A هو العمود الأول في منقولة المصفوفة A وتصبح قيم المصفوفة الناتجة كالتالي القيمة الأولى في الصف الأول والعمود الأول هي A1-1 لقد بقيت تلك القيمة في نفس الموضع لكن القيمة الثانية لن تبقى في نفس موضعها بل ستصبح القيمة A1-2 هنا حيث توجد قيمة العمود الثاني والصف الأول في موضع قيمة العمود الأول والصف الثاني ويستمر ذلك وصولاً إلى القيمة A1-N وهذا منطقي بسبب وجود العدد N من الصفوف في المصفوفة الثانية بعدما كان عدد الأعمدة للمصفوفة الأولى يساوي N وعند نقل الصف الثاني يصبح كالتالي القيمة A2-1 هي القيمة الأولى في العمود الثاني والقيمة A2-2 هي القيمة الثانية في العمود وصولاً إلى القيمة A2-N في نهاية العمود ربما يكون وجود تلك الرموز مثل 1-2 مثيراً للحيرة لأننا اعتدنا القول أن العدد الأول هو رقم الصف والعدد الثاني هو رقم العمود وذلك ما فعلناه في الأعلى لكن تستطيع هنا تجاهل أرقام الصفوف والأعمدة فالقيمة الموجودة في الصف الأول والعمود الثاني تصبح نفسها القيمة الموجودة في الصف الثاني والعمود الأول عند نظر إلى منقولة المصفوفة لا تفسر تلك الرموز أي الأرقام بشكل حرفي أو ربما تستطيع الآن عكس تفسيرك لها فهذه القيمة التي أشير إليها هي قيمة العمود الأول والصف الثاني وهذه القيمة باللون البنفسجي هي قيمة الصف الثاني والعمود الأول لا أريد لك أن تصاب بالحيرة بسبب تلك الرموز لكن تذكر أننا نقوم بتحويل الصفوف إلى أعمدة للحصول على منقولة المصفوفة وتستمر في نقل القيم وصولا إلى الصف عدد M الذي سيصبح العمودة عدد M ويحتوي القيم AM1 والقيمة AM2 وصولا إلى القيمة AMN تصبح القيمة AMN في هذا الموضع وتصبح القيمة A2M في هذا الموضع وتصبح القيمة A1N في ذلك الموضع أعتقد أنك قد فهمت الفكرة فهذه هي منقولة المصفوفة وعند إيجاد منقولة المصفوفة بشكل مجرد يمكن أن يكون ذلك مثيرا للحيرة أحيانا وأتفهم ذلك خاصة عندما أعمل على بعض البرهين التي تتضمن منقولة المصفوفة مع ذلك إيجاد منقولة مصفوفة حقيقة ذات أرقام حقيقية لا يجب أن يكون صعبا للغاية وسأبدأ بإيجاد منقولة مصفوفة 2 في 2 وسأستخدم الألوان كرموز قدر ما أستطيع لقد قمنا بتعريف المصفوفة A مسبقا إذن سأقوم بتعريف المصفوفة B الآن لنفترض أن المصفوفة B تحتوي القيم 1 و 2 في الصف الأول والقيم 3 و 4 في الصف الثاني ما هي منقولة المصفوفة B؟ تقوم بتبديل الصفوف والأعمدة ليصبح الصف الأول للمصفوفة هو العمودة الأولى لمنقولة المصفوفة ويحتوي القيم 1 و 2 ويصبح الصف الثاني للمصفوفة العمودة الثاني لمنقولة المصفوفة ويحتوي القيم 3 و 4 أو تستطيع النظر إلى ذلك بطريقة أخرى لقد أصبح العمودة الأول للمصفوفة الصف الأول لمنقولة المصفوفة وأصبح العمودة الثاني للمصفوفة الصف الثاني لمنقولة المصفوفة سأقوم بطرح مثال آخر وبدلا من العمل على مصفوفة 2 في 2 أو مصفوفة 3 في 3 سأعمل على مصفوفة ربما تكون أكثر صعوبة وأعتقد أن ذلك سيوضح الأمور لنفترض وجود المصفوفة C وسأجعلها مصفوفة كبيرة نوعا ما أي مصفوفة 4 في 3 وسأضع فيها بعض الأعداد القيم 1 وصفر وسالب 1 في الصف الأول وسأكتب قيم الصف الثاني بلون مختلف إذن يحتوي الصف الثاني على القيم 2 و7 وسالب 5 والقيم 4 وسالب 3 و2 ويجب إضافة صف آخر يحتوي الصف الرابع على القيم سالب 1 و3 و0 تلك هي المصفوفة C وأفضل مراعاة استخدام لون واحد خاص بالأقواس لذلك سأقوم بإغلاق الأقواس بنفس اللون ما هي منقولة المصفوفة C؟ سأكتبها بلون مغير منقولة المصفوفة C هي مصفوفة 3 في 4 وهي المصفوفة C بعد تبديل الصفوف إلى أعمدة أو جميع الأعمدة إلى صفوف يصبح الصف الأول في المصفوفة العمود الأول في منقولة المصفوفة ويحتوي القيم 1 وصفر وسالب 1 يصبح الصف الثاني في المصفوفة العمود الثاني في منقولة المصفوفة ويحتوي القيم 2 و7 وسالب 5 لم أستخدم نفس الدرجة من اللون الأخضر لكنك تفهم الفكرة يصبح الصف الثالث في المصفوفة العمودة الثالثة في منقولة المصفوفة ويحتوي القيم أربعة وسالب ثلاثة واثنين وأخيرا يصبح الصف الرابع في المصفوفة العمودة الرابعة في منقولة المصفوفة ويحتوي القيم سالب واحد وثلاثة وصفر كل ما فعلناه هو نقل العناصر فمثلا كانت القيمة سالب خمسة قيمة الصف الثاني والعمود الثالث فأين أصبحت? أصبحت قيمة العمود الثاني والصف الثالث فكل ما فعلناه هو تبديل الصفوف والأعمدة لنقم بذلك باستخدام القيمة سالب ثلاثة فقد كانت قيمة الصف الثالث والعمود الثاني وأصبحت قيمة في العمود الثالث والصف الثاني هذا كل ما يتعلق بإيجاد منقولة المصفوفة وهناك أمر مثير للاهتمام ما هو ناتج إيجاد منقولة المصفوفة لمنقولة المصفوفة؟ ماذا يحدث؟ عند إيجاد منقولة المصفوفة لمنقولة المصفوفة C حسناً للحصول على منقولة المصفوفة C قمنا بتبديل جميع الصفوف والأعمدة أي جميع قيم الصفوف والأعمدة سنركز على هذه القيمة أي القيمة سالب 5 فقد كانت قيمة الصف الثاني والعمود الثالث وعند إيجاد منقولة المصفوفة أصبحت قيمة العمود الثاني والصف الثالث وعند إيجاد منقولة المصفوفة مرة أخرى تصبح قيمة الصف الثاني والعمود الثالث مجددا إذن منقولة المصفوفة لمنقولة المصفوفة C تساوي المصفوفة C فحسب حيث يتم تبديل جميع الأعمدة عند إيجاد منقولة المصفوفة وعند إيجاد المنقولة مرة أخرى يتم تبديل تلك الأعمدة إلى موضعها الأصلي وهذا ما يعنيه ذلك على أي حال آمل أن تكونوا قد وجدتم ذلك مفيدا